طب نعمل إيه بقى؟ عشان نكون متابعين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وندخل في زمرته أنا متصور إن احنا في خمسية كده لو عملناها عن نبقى مع حضرة النبي ونبقى في زمرته صلى الله عليه وسلم أول حاجة في الخمسية دي عشان نبقى متابعين لحضرة النبي إن احنا نحبه مفيش حد يتبع حد من غير ما يحبه وعشان كده احنا محتاجين نقرأ عن حضرة النبي كتير ونعرف جماله ونعرف إزاي حبه يوصل إنه يتغلغل فينا فنتحقق بقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله هو ده أول حاجة حبوه علموا أولادكم محبته وإنتوا حبوه بعد ما تحبوا صلى الله عليه وسلم لازم تتعلم سنته صلى الله عليه وسلم يعني هي تتعلم سنته وكان العلماء فكروا في تفكيرات حل وقوي يبقى تحبوا وتتعلم سنته فالعلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا عن أعملك حاجة فيه ورد في الأثر كده من حافظة أربعين حديثا على أمتي إيه اللي حاصل؟ دخل الجنة فإيه اللي حاصل؟ فالعلماء عملوا بهذا الأثر فجمعوا أربعين حديث زي ما عمل الإمام النووي كده فالروح نقرأ حديث الأربعين النووية ونشوف حد من علماء شرح يبقى نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع شرح حديثه ويا سلام الأربعين حديث دول هم أربعين حديث دول دول أربعين أصل من أصول الحياة فنعمل كده حاجة الثالثة اللي احنا نعملها كمان إن احنا لابد يكون لنا كل يوم خلق من أخلاق رسول الله نتخلق به يبقى احنا نعمل خلق من أخلاق رسول الله النهاردة أنا هسمع الناس كويس زي ما رسول الله كان بيسمع الناس كويس النهاردة هقول للناس كلمة حلوة النهاردة أعمل كده وأفضل أمشي في ده على طول ممكن أمشي بشكل طولي شكل رأسي وممكن أمشي بشكل عرضي شكل أفق رأسي يعني ايه أخد خلق كده وأفضل فيه طول الأسبوع طول الشهر طول السنة وممكن أعمل ايه أخلي أخلاق وارجع لها تاني وارجع لها تاني لغاية ما الأخلاق دي تبقى أتعجن بيها كده قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فهو دي تالت حاجة رابع حاجة وده شيء مهم جدا 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 إن أنا دايما أتكلم عن حضرة النبي أذكر جماله وأذكر حلوة أخلاقه وأذكر صحبته وأذكر عمله يبقى إيه اللي حاصل أتكلم عن حضرة النبي كتير وخاصة مع أولادي وخاصة مع أحبابي املوا مجالسكم بالكلام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال أخلاقه وجمال محبته وإزاي ربنا سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بكرامة هي أعظم كرامة ويا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة إن احنا نعملها نكتر من الصلاة على حضرة النبي جدا 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 نكتر على الصلاة على حضرة النبي عشان حياتنا تتملي نور وبركة وهداية الخمسة دولة ممكن يكونوا سهلين جدا جدا على أي حد عايز يبقى مع حضرة النبي ويطيع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فيسمع عنه كتير تاني حاجة يتعلم سنته تالت حاجة يتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم رابع حاجة يتكلم عنه كتير غاية ما يشوفه في المنام ويعيش معاه وآخر حاجة أنه هو طول الوقت يصلي عليه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن صلاتنا تصله ويقبلنا أننا نكون معاه وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ونكون ممن أطعوه فدخلوا الجنة معه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين